وهم من يعتقد أن سيلة تظاهرات الدافقة قد توقف وما ركودها بسبب أزمة كورونا إلا التزام بأمن العراق الصحي على أمل النهوض مجددا الليث المتربص بالحكومة الفاسدة ثوار تشرين يعلنون عودة التظاهرات بزخم كبير في الأول من شهر حزيران القادم وحددوا هذا اليوم موعدا لإطلاق أكبر تجمع للمتظاهرين في مختلف المدن العراقية على أن يكون ثقلها ومركزها الرئيس ساحة بغدد ناشطون أكدوا أن الموجة الجديدة من التظاهرات ستكون نوعية من حيث المطالب والتنسيق وطرق التصعيد السلمي حاملة أولويات على رأسها إسقاط حكومة الكاظمي والإصرار على المطالبة بحل البرلمان وإزاحة الأحزاب عن السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة تؤسس لعقد اجتماعي يحقق العدالة والحرية لجميع العراقيين ويبين الناشطون أن هذه المطالب أصبحت قريبة التحقيق أكثر من أي وقت مضى بسبب تمكن الوعي الشعبي العراقي من تغيير المفاهيم التي زرعتها حكومات الاحتلال منذ 17 عاما إضافة إلى ثبوت نجاح الموجات السابقة في صعود أولى درجات السلم السياسي وتحويل المتظاهرين إلى معادلة صعبة لا يمكن إزالتها من الساحة العراقية رهان الثورة لا يعتمد على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية بقدر اعتماده على قدرة المتظاهرين على فرض مطالبهم بالقوة السلمية على الساحة بحيث لا يتركون أدنى مجال لمراوغة سياسية جديدة وخديعة كبرى تقوم بها الأحزاب بتخطيط من داعميها المستفيدين من انهيار الدولة العراقية وتسلط الميليشيات على قرارها السياسي إنه رهان الواثق من خدراته النادري لتحقيق حلمه عنفوان شباب الثورة وتضحياتهم الجسيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة